أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد عبد وأطاع يعني خضع وتذلل في اللغة واحد عبد الله يعني خضع وتذلل ازاك سمى العبد عبدا لانه خاضع زليل لرب العباد سبحانه وتعالى طيب في واحد بيعبد باخلاص واحد يعبد ولكن بعيدا عن دائرة الاخلاص هناك فرق كبير العبادة باخلاص كجسد فيه روح والعبادة من غير اخلاص كجسد لا روح فيه طيب يعني ليه قصة الاخلاص ان الاخلاص لا اله الا الله فيه صفات ثلاث لا توجد في مقام قلبي غيره ايه الاخلاص السر اللي فيه وثلاث اسرار السر الاول ان الشيطان لا يطلع على كم الاخلاص اللي في قلب العب فلا يتفسد عبادته قال ربنا عن سيدنا يوسف انه من عبادنا المخلصين يعني المخلصين الذين لا يستطيع الشيطان الوصول اليهم او التغلب عليهم او الوسوسة لهم فاوقف يوسف عند حد معين لان رب العباد اختاره مخلصا عنده او كان هو مخلصا فرقاه رب العباد وصار مخلصا في مخلص وفي ايه مخلص فاول شيء في الاخلاص ان